الأشعة اللي خضع عليها مصطفى محمد مهاجم منتخم مصر أثبتت إنه هو عنده إصابة بجزع من الدرجة التانية بالرباط الداخلي الرجبة الحمد لله بعيدة عن القطع في الرباط الصليب الحمد لله كنا عايزين نتطمن ما تحددش فترة غيابه بس إن شاء الله مش هتكون فترة غيابك بلواء كنت أتصور وأتوقع مش رأي طبي يعني إنه على الأقل هيبقى شهر ممكن أكتر شوية وأتوقع جدا إنه مصطفى محمد كان في اهتمامات ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه يبقى موجود من التلاتة الكبار في الأولمبيات اللي جاية فقال كده مصطفى محمد هيلحة الأولمبيات أظن إنه ممكن ما يلحقش أظن برضو ده مش كلام طبي ده كله توقعات يعني لما بنسمع إصابات شبهة دي بنفهم الغياب ممكن يبقى عامل إزاي بس لسه الجهاز الطب هيعلن فترة الغياب بالضبط وإن شاء الله تبقى فترة قليلة وإن شاء الله لو ميكالي فعلا محتاج مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات يبقى جاهز لها إن شاء الله طيب